اشتركوا في القناة لقاءه مع الكونجو الديمقراطية في دور الستة عشر لكأس الأمم الافريقية كمان هيكلمنا عن منتخب مصري الكرة اليد في نهاي كأس الأمم الافريقية على موعد مع منتخب الجزائر فقرة هتكون رياضية بالكامل لكنها مهمة جدا خاصة مع تمثيلنا ووجود المنتخب المصري سواء في كرة اليد أو في كرة القدم في مراكز متقدمة ونتمنى لهم إن شاء الله تحقيق انتصار في الجولة القادمة لهم فقرتنا التانية هتكون من معرض الكتاب دورة هذا العام ودورة الخمسة وخمسين فيها يوم عن فلسطين ودعم القضية الفلسطينية هنتكلم عن المشاركة الفلسطينية وإزاي المعرض استعد لهذا اليوم وإيه اللي ممكن معرض للكتاب يقدمه في توضيح حقيقة الأمر وحقيقة الواقع على الأرض في الأراضي الفلسطينية وتاريخ الأراضي الفلسطينية العربية تحياتنا لحضراتكم وبعد فاصل قصير هنبتدي معاكم جولتنا الإخبارية مرة تانية أهلا بحضراتكم بنتدي جولتنا الإخبارية مع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي واللي شدت خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي جو بايدن على أن مصر ستواصل جهودها الهدفة لتخفيف وطأة المأساة الإنسانية الجارية بقطاع غزة وحرص السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على استعراض الجهود المصرية الهدفة للتواصل مع كافة الأطراف المعنية بهدف التواصل إلى وقف فوري لإطلاق النار أيضا شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اتصال هاتفي مع رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلولي على أن استمرار الحرب بقطاع غزة ستكون له تداعياته الكبيرة على أمن إقليم منطقة الشرق الأوسط كمان السيد الرئيس قال أنه السعي لاستعادة الاستقرار وتحقيق العدل بيرتبط بإيجاد حل شامل للقضية الفلسطينية يؤدي لقيام دولة فلسطينية مستقلة للتعليق بينضم إلينا عبر الهاتف ضفنا الكريم دكتور سعيد الزخبي أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس أهلا وسهلا بحضرتك سواح الخير صباح الخير وسهلا دينا عليك وعلى السادة المشاهدين يفن أهلا وسهلا دكتور سعيد قراءة حضرتك للوضع الحالي في الأراضي الفلسطينية في هذه الأزمة الطاحنة التي يعاني منها الشعب الفلسطيني الأعزل من انتهاكات واضحة وتجاوزات واضحة من الكيان المحتل وخاصة بعد قرار محكمة العدل الدولية بالأمس وإلى أي مدى هذا القرار من الممكن أن يغير في شكل الحرب على الأرض في الأراضي الفلسطينية عايزين نقول طبعا أننا منذ 7 أكتوبر وحتى الآن طبعا الأراضي الفلسطينية عموما وليس المقصود بقطاع غزة فقط ولكن هو حصار عموما الأراضي الفلسطينية طبعا على كل الأراضي الفلسطينية وعايز أقول لحضرتك أننا بدأنا من 15 يناير بدأنا نشوف تغير في وجهة نظر المجتمع الدولي لهذه القضية يعني إحنا الأول مرة أستاذ دينا نسمع عن سكرت مرة ثانية إعادة إحياء مبدأ حل الدولتين بالرغم أن الموضوع دوت وإعتراف المجتمع الدولي بالدولة الفلسطينية منذ عام 47 منذ قرار تقسيم 181 اللي هو قرار تقسيم الصادر من الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ ذلك الوقت العالم كله أستاذ دينا بيعترف أن هناك دولة فلسطينية والمجتمع الدولي يعترف أن هناك دولة فلسطينية ولكن لم يتم هذا الاعتراف ألا بدولة إسرائيلية أو إسرائيل فقط ولكن إحنا بدأنا أن إحنا دلوقتي نسمع عن حاجة اسمها حل الدولتين وأعادت هذا السياق مرة ثانية طبعا محكمة العدل الدولية وهذا القرار وتغير المجتمع الدولي وخاصة الاتحاد الأوروبي الولايات المتحدة الأمريكية واتساع رقعة هذه الحربة الجيل سياسية يعني حضرتك لن تأخذ في الحسبان الولايات المتحدة الأمريكية أو الاتحاد الأوروبي أن حتكون الحرب دي وساعة هذا النطاب حضرتك هنشوف دلوقتي أزمة كبيرة جدا في البحر الأحمر بنشوف يعني أزمة فيه الملاحة مما يهدد فيه حركة التجارة الخارجية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي 13% أستاذ دينا من حركة التجارة العالمية بتمر من خلال البحر الأحمر وبالتالي بيكون مصدر قلق للمجتمع الدولي في هذا الكيان وده كله جاي وبيتأثى من هذه الحرب وتوسع هذه الحرب ونطاقة الجيل سياسية خارج قطاع غزة وده اللي بدأ يطيقن للمجتمع الدولي حاليا في تلك الفترة وبالتالي بيلاقي الولايات المتحدة الأمريكية بتتحرك على خدم الوثاق مجلس الأمن بتتحرك على خدم الوثاق لسه من يومين لسه بيتكلم عن زي ما حضرتك بتقولي كده وقف ثوري لإطلاق النار وطبعا بيتكلم عن جهود مصري يعني حضرتك الاتصال اللي كان حاصل أمس بين رساد رئيس عبد الفتاح الشيسي والرئيس الولايات المتحدة الأمريكية لا تقفل تماما بالولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي الدور الرئيسي اللي اتلعبه مصري في مد قطاع غزة بالمساعدات الإنسانية عايز أقول حضرتك أكثر من 65% من المساعدات الإنسانية اللي دخلت عبر معبر رفح كان من خلال المساعدات الإنسانية المصرية نعم طيب دكتور سعيد هنا لابد من الإشارة إلى القرار الذي صدر بالأمس من محكمة العدل الدولية صحيح أنه في نص القرار هو قرار أولي هذا من ناحية ناحية الأخرى أنه في سنوات سابقة كانت محكمة العدل الدولية قد أصدرت قرارا جرمت فيه ما تقوم به أو ما يقوم به الكيان المحتل من فكرة الجدار العنصري الفاصل وأدانت بالفعل هذا الجدار ولكن وقتها دولة الكيان المحتل لم تعر هذا القرار اهتماما ولم تعره انتباها ولم تمتفل لقرار وقتها محكمة العدل الدولية اليوم نحن بصدر قرار جديد صحيح قرار يقول أن إسرائيل عليها أن توقف أو تتخذ الإجراءات التي من شأنها أن توقف ما يحدث على الأرض ولكن برأي حضرتك بعد هذا القرار هل من الممكن أن يتغير شكل ما يحدث منذ أربع شهور تقريبا في الأراضي الفلسطينية هل من الممكن أن تمتسل إسرائيل هذه المرة لقرار محكمة العدل الدولية لا أعلم إجابات حضرت بالتأكيد وأنتظرها إنما ما زال رئيس الوزراء الإسرائيلي ينفي تماما فكر التوقف في الحرب وأنه لن يوقف هذه الحرب إلا بعد أن يقضي تماما على حماس فبرأي حضرتك وبعد صدور القرار من المحكمة بالأمس ما يمكن أن يصفر عنه من سيناريوهات بشأن الحرب الدائرة في الأراضي الفلسطينية شوفوا حضرتك إحنا عايزين نتكلم عنه هذا القرار لو لم يدعم بضغط من الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي أنا أعتقد أن هذا القرار حيكون مثله مثل أي قرارات إحنا بداش نتكلم تماما في محكمة العدل الدولية ولكن حضرتك شوفوا قرارات مجلس الأمن وبقص الإطلاق النار مبدأ أحياء حل الدولتين مرة أخرى المساعدات الإنسانية التي يتجهلها الجانب الإسرائيلي تماما ولكن الضغط الأمريكي أستاذ دينا هو الحل الوحيد لأي قرارات سواء كان هذا القرار الصاظر من محكمة العدل الدولية الذي يتلج صدور جميع المجتمع الدولي والمجتمع الدولي يعني عايزة أقول حضرتك فيه بعض التقارير اللي صدرت من أحد مراكز الفكر في الولايات المتحدة الأمريكية مركز رنب ده مركز كديد جدا في الولايات المتحدة الأمريكية بعد صدور قرار محكمة العدل الدولية بيدعم تفعيل هذا القرار أهم حاجة عندنا هنا في القرارات الدولية وفي المنظمات الدولية هو تفعيل هذه القرارات وإنت أفعل هذه القرارات لما لاقي ضغوط وداعم أساسي وهنا الضغط ودعم الأساسي في هذه القضية هي الولايات المتحدة الأمريكية والصالمة نرجع تاني ونقول ما دام توسع هذا الاشتباك الجيوسياسي خارج نطاع قطاع غزة وأصبح بالنسبة للمجتمع الدولي يمثل صدمات خارجية بالنسبة له سواء إذا كان في حركة التجارة الخارجية سواء إذا كان بيأثر على الإصداد الداخلي لكل دولة من دول المجتمع الدولي أعتقد أنه إحنا لو في ضغط من الولايات المتحدة الأمريكية أعتقد ممكن هذا القرار ينفذ وأشير بس لحضرتك اللي كان فيه تقرير للتصادر في أحد الجماعات في الولايات المتحدة الأمريكية من يومين فقط وهو بيأكد هذه المعلومة بيؤكد أن قرار المحكمة الدولية اللي يعني أسعد جميع المجتمع الدولي لن ولا يتأتى إلا بالضغط الأمريكي وننسى تماما موضوع جزرة التطبيع للناس أو بعض المحللين اللي بيجروا وراء اللي يقول لحضرتك مثلا أنا مداما هناك تطبيع مع الدول العربية إسرائيل سوف تنصع مداما أن ممكن نعيد إحياء تطبيع إسرائيل مع المملكة العربية السعودية إسرائيل سوف تنصع لا يكن دم حضرتك التقارير الدولية بتقول أن إسرائيل وقرار المحكمة الدولية حينفع ويساند بضغط من الضغط الأمريكي والضغط الأمريكي ده مش هيجي أعلى من خلال الصدمات الخارجية اللي احنا شايفينها سواء إذا كان في البحر الأحمر سواء إذا كان في توسع نطاق الجيوسياسي بالنسبة لهذه الحرب يبقى إذن السيناريو بتاعنا ها ممكن هذا القرار قرار المحكمة الدولية وغيره من القرارات المنظمة الدولية ممكن يفعل ولكن بوجود ضغط أمريكي والضغط الأمريكي ده حيكون الصورة بتاعته أو الديناميكية بتاعته حيكون من خلال إيه؟ هو وقف المساعدات الفورية والعسكرية اللي بيساعدها الولايات المتحدة الأمريكية بالنسبة لإسرائيل عدم مد أي مساعدات عسكرية أو استراتيجية عسكرية بالنسبة لإسرائيل في هذه الحرب وزي ما احنا بنقول استمرار فتح المعابر وقف إطلاق النار وبعد كده نأتي بعد كده للحلول الجوهرية اللي هما بيتكلموا عنها أزمة الرهائن أعادة البولة التحتية مرة أخرى من قطاع غزة والأراضي المتضررة في هذا الموضوع نعم بشرفتنا وشكرا جزيلا على وقتك دكتور سعيد الزغبي وأستاذ العلوم السياسية بجانعة قناة السويس أصدرت وزارة الخارجية بيانا أن أعربت فيه عن ترحيب جمهورية مصر العربية بقرار محكمة العدل الدولية بالاختصاص المبدئي بالنظر بارتكاب إسرائيل جريمة الإبادة الجماعية بقطاع غزة أيضا شدد بيان الخارجية المصرية على ضرورة احترام وتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية باعتبارها الجهاز القضائي الرئيسي لمنظمة الأمم المتحدة في مدينة رمالة بالضفة الغربية المحتلة قال رياض المالكي وزير خارجية فلسطين إن طلب محكمة العدل الدولية من إسرائيل أن تبدل كل ما في وسعها لمنع وقوع أي أعمال إبادة بالقطاع غزة يذكر أن العالم الآن إسرائيل الحقيقة تتجاوز القانون بكل الطرق ونتمنى أن يكون قرار محكمة العدل الدولية فيه وقف لهذا التجاوز وهذه الانتهاكات التي يمارسها الكيان المحتل إن القرار المصري لمحكمة العدل الدولية يذكر العالم أن لا دولة فوق القانون وأن العدل يسري على الجميع ويضع حدا لثقافة الإجرام والإفلات من العقاب لإسرائيل والتي تمثلت بعقود من الاحتلال والتطهير العرقي والإضطهاد والفصل العنصرية في مدينة جوهانسبرغ قال سريلا رمفوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا إن قرار محكمة العدل الدولية الذي يفرض إجراءات طارئة على إسرائيل بسبب حرب غزة يعد خطوة على طريق العدالة اليوم تقف إسرائيل أمام المجتمع الدولي وجرائمها ضد الفلسطينيين مكشوفة في وضح النهار منذ أكتوبر الماضي كان مواطن غزة ضحايا للقصف وغارات جوية وهجمات برية وبحرية المنازل وخيمات اللاجئين وأحياء بكاملها دمرت لقد تم حرمان مواطن غزة من الكهرباء والوقود والإمدادات الطبية ونرى أن هذا عقاب جماعي يفرض على الفلسطينيين في القطاع نتوقع من إسرائيل التي تريد أن تكون ديمقراطية ودولة قانون أن تمتثل للقرارات الصادرة في مدينة نيويورك يعقد مجلس الأمن الدولي يوم الأربعاء القادم اجتماعا طارئا للنظر في قرار محكمة العدل الدولية الذي دعا إسرائيل إلى منع أي عمل إبادة جماعية محتمل في قطاع غزة وكانت الجزائر قد تقدمت بطلب لعقد هذا الاجتماع بهدف إعطاء قوة إلزامية لحكم محكمة العدل الدولية فيما يخص الإجراءات المؤقتة المفروضة على إسرائيل بقطاع غزة في العاصمة الأمريكية واشنطن قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية إن اتهام إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة لا أساس له من الصحة مضيفا أن محكمة العدل الدولية لم تتوصل إلى القرار بشأن الإبادة الجماعية أو تدعو إلى وقف إطلاق النار بقطاع غزة في مدينة تل أبيب زعم بن يمين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل أن الاتهامات الموجهة إلى إسرائيل في محكمة العدل الدولية بارتكاب جرائم إبادة جماعية بقطاع غزة اتهامات كاذبة ليست تهمة الإبادة الموجهة لدى إسرائيل كاذبة فحسب بل إنها فاضحة وعلى من يحترمون أنفسهم في كل مكان أن يرفضوها واستعداد المحكمة لمناقشة هذا الأمر يشكل وصمة عار لن تمحى لأجيال عديدة نحن نخوض حربا عادلة وسنواصلها حتى النصر الكامل حتى نهزم حماس ونعيد جميع المختطفين لدينا ونضمن أن غزة لم تعد تشكل تهديدا لإسرائيل نغزغت كل خطفنا ونفتح شآزة لا تهديدا قرار شجاع وإن شابه الضعف محكمة العدل الدولية رفضت التماسا قدمته إسرائيل لرفض القضية وأمرتها بمنع قواتها من ارتكاب إبادة جماعية بقطاع غزة المحكمة أمرت إسرائيل أيضا ببذل المزيد من الجهود لمساعدة المدنيين رغم أنها لم تصل إلى حد الأمر بوقف إطلاق النار كما طلبت جنوب إفريقيا وقد القرار على أمال الفلسطينيين في إصدار أمر ملزم بوقف الحرب في غزة لكنه يمثل أيضا انتكاسة قانونية لإسرائيل التي كانت تأمل في إسقاط القضية المرفوعة بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية خلصت المحكمة إلى أن الفلسطينيين تشملهم الحماية بموجب الاتفاقية وأن هناك قضية يجب الاستماع إليها حول مدى حرمانهم من حقوقهم في حرب قالت المحكمة إنها تسببت في ضرر إنساني جسيم المحكمة دعت أيضا حركة حماس إلى إطلاق صراح الرهائن الذين تم أسرهم في هجمات السابع من أكتوبر وأشاد مسؤولون فلسطينيون إلى حد كبير بالقرار وقال سامي أبو زهري رئيس الدائرة السياسية في الخارج لحركة حماس إن القرار سيسهم في عزل الاحتلال وكشف جرائمه في غزة كانت جنوب إفريقيا أحلت الدعوة في وقت سابق من الشهر الجاري وطلبت من محكمة العدل الدولية فرض إجراءات طارئة لوقف القتال الذي أودى بحياة أكثر من 26 ألف فلسطيني حتى الآن جنوب إفريقيا اتهمت إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في هجومها على قطاع غزة في حين سعت إسرائيل إلى إلغاء القضية وصفة مزاعم جنوب إفريقيا بأنها كاذبة ومشوهة بشكل صارخ وأمر القضاة إسرائيل باتخاذ كل ما في وسعها من إجراءات لمنع قواتها من ارتكاب أعمال إبادة جماعية والمعاقبة على أعمال التحريض واتخاذ خطوات لتحسين الوضع الإنساني وتقديم تقرير عن التقدم الذي تحرزه في غضون شهر غير أن المحكمة لم تبت في مزاعم الإبادة الجماعية وهو الأمر الذي قد يستغرق سنوات وأشهدت حكومة جنوب إفريقيا بقرار المحكمة ووصفته بأنه نصر حاسم لسيادة القانون الدولي في مدينة رفح الفلسطينية عبر مواطنون فلسطينيون عن خيبة أملهم بسبب عدم صدور قرار من محكمة العدل الدولية يقضي بإنهاء الحرب في غزة يفترض في محكمة دولية على الأقل أنها تطلب وطالب بوقف فوري لإطلاق النار لكن للأسف هذا ما تم وهذا يعني خلانا نشعر بخيبة أمل كبيرة في هذا الأمر أصبحت كأنها يعني دعوة للاستمرار بهذا العدوان وهذا شيء مؤسس توقع أن تكون اتخذت قرارات أفضل من ذلك لأنه طبعا إحنا أغلب النازحين ناس مدنيين هجروا من بيوتهم أطفال يعني كنا نأمل أن تكون اتخذت قرارات بحق الإنسان كإنسان تتعامل معنا كإنسان معرضين لإبادة جماعية معرضين لتطهير عرقي يعني كنا نتوقع أن تكون القرارات من الدول ومن الناس ومن القضاء الذين اتخذوا القرارات أن يقوموا على الأقل بقرار وقف إطلاق النار جنوب أفريقي يعني أتخذت الخطوة ولكن منقول أنه أكيد الدول العظمى إلها سلطة على المحكمة الجناعة الدولية قالت المقاومة الفلسطينية بقطاع غزة أنها أوقعت في يوم واحد عشرات الجنود الإسرائيليين ما بين قتيل وجريح إثر معارك دارية تركزت بوسط وجنوب القطاع تستمر الاشتباكات على مختلف محاور القتال في قطاع غزة حيث تتصدى المقاومة الفلسطينية لقوات الاحتلال وكبدتها خمسمائة وسبعة وخمسين قتيلا بين ضابط وجندي وأكثر من الفين وسبعمائة وثمانية واربعين مصابا وفق اعتراف جيش الاحتلال وأكثر من ستة ألاف واربعمائة مصاب حسب تقارير المستشفات الإسرائيلية وأعلنت كتاب القسام الجناح العسكري لحركة حماس أن مقاتلها استهدفوا قوة متحصنة في منزل بقذيفة مضادة للأفراد وإيقاعها بين قتيل وجريح غرب خنيونس جنوب قطاع غزة وقالت القسام أن مقاتلها اشتبكوا مع قوة راجلة مكونة من ثمانية جنود في منطقة الشيخ عجلين جنوب غرب مدينة غزة وأوقعوها بين قتيل وجريح وقالت أنه بعد عودة مقاتليها من خطوط القتال شمال غرب مخيم المغازي أوقعوا جنود الاحتلال في كمين محكم بعد إغلاق بوابة أحد الأنفاق على سبعة جنود صهاينة وبعد نزولهم لداخله تم تفجير عين النفق بعبوة مضادة للأفراد وأوقعوهم بين قتيل وجريح ثم قاموا باستهداف دبابتين من نوع مركفا بعبوة شواض وقذيفة الياسين كما استهدف مقاتل القسام دبابة مركفا وجرافة من نوع دي تسعة بقذائف الياسين والتاندم على بعد خمسمائة متر من السلك الزائلي شرق مخيم المغازي وسط القطع كما استهدف ناقلة جند ودبابة مركفا في المخيم وعلنت القسام أيضا استهداف دبابة مركفا بقذيفة الياسين 105 غرب مدينة خاميونس من جانبها أعلنت سرايا القدسة الجنح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي قصف تجمع لجنود الاحتلال بقذائف الهاون قرب بوابة المدرسة شرق مخيم البريك واستهداف ألية عسكرية بقذيفة التاندم شرق مخيم المغازي وقصف تجمع لجنود الاحتلال في محيط موقع أبو صفية العسكري بوابل من قذائف الهاون وقصف تجمع آخر شرق قرية المصدر بعدد من قذائف الهاون وقالت السرايا إن مقاتليها قصف التحشدات والمواقع العسكرية الإسرائيلية بحمم الهاون في محاور التقدم بمدينة خانيونس كما قالت إنها قصفت موقع كيسوفيم العسكري والعين الثالثة وسيديروت ونيرعام وغيرها من بلدات غلاف غزة برشقات صاروخية كما أعلنت إسقاط طائرة دورون يستخدمها لاحتلال في المهام الاستخباراتية شرق الشجاعية من جانبها أعلنت كتائب شهداء الأقصى الجناح العسكري لحركة فتحة استشهاد القائد الميداني عطى حمودة برفقة عائلته في قصف إسرائيلي استهدف منزله بشمال قطاع غزة يتواصل تدفق المساعدات الإنسانية على قطاع غزة عبر معبر رفح المصري وتبذل مصر كل المساعي والجهود من أجل توفير كافة المواد الطبية والإغاثية والغذائية لنجدة ونصرة أهالي قطاع غزة بالإضافة طبعا إلى استقبال المصابين من أهالي قطاع غزة للعلاج هنا في مصر التفاصيل أكثر وللمتابعة عن قرب ينضم إلينا مباشرة من العريش زميلنا مراسل النيل أحمد سعد الدين تحياتي لك أحمد وإطلعنا على الجديد فيما يخص تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح المصري تحية لك وتحية لمشاهدين الكرامي يعني بالفعل نحن في اليوم الثالث عشر بعد المئة على الحرب على قطاع غزة بالفعل تبعنا بالأمس قرار المحكمة الدولية التي قضت بالاختصاص المبدئي للنظر في قضايا الإبادة الجمعية على قطاع غزة وبالفعل شهدنا هذا القرار الذي أضاف إلى بنوده يعني الإيجاد آلية لتغفق المساعدات الإنسانية على قطاع غزة يعني بالفعل مصر تبذل جهود كبيرة في هذا الملف وهو إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري يعني هناك العديد من القوافل الألاف القوافل التي تحتشد لتنتظر الدخول وسماح لها الدخول عبر منفذ قطاع عبر منفذ رفح يعني بالفعل هنا المركز الليجيستي للهلال الأحمر هو العمود الفقرية الذي يقدم هذه المساعدات والوسائل لتزليل كافة العقبات لإدخال كافة المساعدات إلى قطاع غزة ببدءا من استقبال هذه المساعدات من الميناء البري أو الموانئ البحرية أو الموانئ الجوية سواء القادمة من داخل مصر أو سواء قادمة من خارج مصر يعني بالفعل كان هناك أمس زيارة لأسفير الفرنسي إيريك شافولي الذي استمع إلى شرح مفصل إلى آلية تزليل كافة العقبات والآلية التي يتبعها المركز الليجيستي لتوفير كافة المساعدات لأهالي قطاع غزة من خلال إنفاذ هذه المساعدات وسرعة إنفاذ هذه المساعدات من خلال المركز الليجيستي الذي يباشر هذه الأعمال وتبدأ رحلة صباحية كل يوم في أستدسة صباحا للشاحنات للدخول عبر منفذ رفح البري ومن ثم الانتقال إلى منفذ كرم سالم أو منفذ العوجة الذي تغضع الشاحنات هناك إلى التفتيش حتى تتمكن بعدها من الدخول إلى قطاع غزة هناك تعنت كبير من الجانب الإسرائيلي في الموافقة على العديد من المواد الغاسية والغزائية يعني بالفعل تابعنا في مغزى رفض المواد الغزائية والإنسانية العديد من المواد التي تم رفضها من جانب الجانب الإسرائيلي احتراضا على كونها تحتوي على معدن أو حديد أو غيرها وجدنا بعض الصونات الأكسجين التي تم رفضها من قبل الجانب الإسرائيلي أيضا هناك استقبال العديد من الإصابات التي تأتي عبر منفذ رفح البري بالتنصيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني ويكون هنا في استقبالها شباب الدعم النفسية التابعين للهلال الأحمر المصري لتدليل كافة الإجراءات والورقيات ومن ثم توجيههم إلى أقرب مكان لطلق العلاج والاستشفاء وكذلك توفير مقر وسكن لأهالي أسر المصابين خلال فترة الاستشفاء هنا في مصر إذن مصر تقوم ببدل الجهد الكبير لتدليل كافة العقبات والإسراع في إدخال أكبر كمية من المساعدات الإنسانية للوصول إلى قطاع غزة نظرا للوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة نعم أحمد سعد الدين مراسل نيل شكرا جزيلا لك على هذه الإفادة كنت معنا مباشرة من العريش قالت وزارة الصحة بقطاع غزة إن حصيلة عدوان إسرائيل على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي اتفعت إلى أكثر من ستة وعشرين ألف شهيد أغلبهم من النساء والأطفال في اليوم الثاني عشر بعد المئة للعدوان على قطاع غزة واصل جيش الاحتلال قصفه المكثف على مناطق مختلفة في القطاع بينها خان يونس التي تتعرض لسلسلة عنيفة من الغارات والقصف المدفعي منذ الاثنين الماضي وسط تقدم بري لألياته في المناطق الجنوبية والغربية من المدينة وارتكب جيش الاحتلال إحدى وعشرين مجزرة راح ضحياتها أكثر من مائة وثمانين شهيدا ونحو أربعمائة مصاب خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بحسب وزارة الصحة الفلسطينية واستهدف جيش الاحتلال المنازل وخيام النازحين غرب مدينة رفح واستستمرار الاحتلال في استهداف المناطق التي طلب من السكان النزوح إليها بصفتها آمنة كما استهدف وسط مدينة خان يونس حيث قصفت قوات الاحتلال مستشفى الأمل حيث تطيرت شضايا القصف داخل المستشفى وفقا لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني وأكبر الاحتلال آلاف المواطنين على النزوح مجددا من مجمع ناصر الطبي في خان يونس بعد محاصرته بالدبابات واستهدف النازحين والصحفيين بالرصاص خلال نزوحهم وانقطع الطيار الكهربائي عن المستشفى كما قصفت قوات الاحتلال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة وحذرت زارة الصحة بغزة من أن نحو ستمائة ألف مواطن شمالية القطاع يتعرضون للموت بسبب المجاعة وانتشار الأمراض والقصف الإسرائيلي وقالت هيئة البث الإسرائيلية أن معلومات الجيش تفيد أن حركة حماس عادت لتقديم خدمات في المناطق التي خفض حضور القوات الإسرائيلية بها ونقلت عن مسؤولين أمنيين قولهم أن الفشل في اتخاذ إجراءات اليوم التالي يسهم في استعادة حماس السيطرة على القطاع قالت منظمة الأمم المتحدة أن ربع سكان قطاع غزة يواجهون خطر مجاعة وشيكة يمكن آخر مرة بالذكرة كلتا طحين أبيض يمكن أول أسبوع أو ثاني أسبوع في الحرب هذه ليست أكياس دقيق بل إنها أعلاف وذاك هو الواقع المرير الذي يكابده سكان قطاع غزة للأسف مع تعذر الحصول على الدقيق بات البعض يعتمد على طحن علف الحيوانات واستخدامه كبديل للدقيق من أجل صنع الخبز عدي سمير أحد سكان شمال قطاع غزة المنكوب يقول إنه لم يتمكن من الحصول على الدقيق منذ الأسبوع الثاني للحرب التي اندلعت في شهر أكتوبر حاليا في الشطحين زي ما تعرف كان موجود في الأسواق طبعا حق الكيلو 25 إلى 30 شكل وكنا يلا يلا نشتريه وهلقيت بطل فيه أصلا طحين ولقيت على العلف الحيوانات طلع أسكم بنطحن وبنسوه وبناكل حتى مش خبز كمان نظام بسكوة بتاكلوا بتطبخوا في الليل الله هد البالتان يوم إذا صحيت طبعا بتاكلوا مكسر كانت الأمم المتحدة قالت إنها تبذل جهودا مضنية من أجل إيصال المساعدات إلى شمال القطاع المحاصر وسط قيود إسرائيلية واشتباكات مستمرة ويقول مسؤولو الأمم المتحدة إن ربع سكان القطاع البالغ عددهم نحو مليونين وثلاثمائة ألف نسمة يواجهون خطر مجاعة وشيك سواء روح تتحركت بتك تجيب اضحين حتموت وزلتك في الضار برضو حتموت من الجوع حتى كمان سرنا يكون فيه لناك الرز عدس الرز حلقتنا قطع حكلوا العدس 24 شكل وبرضو مش موجود فلا في عدس ولا خبز ولا رز الحمد لله طبعا ووزارة الصحة الفلسطينية من جانبها تقول إن حصيلة الشهداء تجاوزت 26 ألفا ومائة فلسطيني وأكثر من 64 ألفا وأربعمائة مصاب بالتأكيد الأوضاع في الأراضي الفلسطينية بشكل عام أوضاع مؤسفة وكارثية كما وصفها كل المحللون والمتابعون السياسيون ربما يزيد الأمر سوءا أن أصبح الآن درجات الحرارة منخفضة للغاية ونتابع بالتأكيد الأرصاد الجوية ونتابع بالتأكيد كمان رصد درجات الحرارة في الأراضي الفلسطينية وكيف أنها منخفضة كيف أنهم أيضا يعانون من أمطار شديدة وجودهم داخل مراجز إيواء وخيام وكذا فكلها أمور الحقيقة صعبة للغاية على المستوى الإنساني نتمنى لهم السلامة بالتأكيد ونتمنى لهم أيضا أن يلطف الله بهم في هذه المأساة الإنسانية الكبيرة في غزة في أمطار وفي الأراضي الفلسطينية في أمطار وكمان في مصر بالأمس كان في مطر يمكن شهدته بعض المناطق في القاهرة وفي بعض المحافظات هيئة الأرصاد الجوية بتقول أنه حتكون حالة الطقس اليوم النهاردة نهارا مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية مائل للدفق على جنوب سيناء وجنوب البلاد وليلا طقس شديد البرودة على أغلب الأنحاء بالنسبة لحالة البحر المتوسط حتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاث أمتار أما حالة البحر الأحمر فحتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين مزيد من التفاصيل والتعليق مع بفتنة الكريمة عبر الهاتف دكتورة منار غانم عدو المركز الأعلامي لهيئة الأرصاد الجوية أهلا وسهلا دكتورة صباح الخير أهلا بك صندم صباح الخير على حضراتكم وعلى كل السادة المشاهدين يعني الحقيقة أنه فيه موجة بردة هجمت فجأة وإحنا كنا لسه بنقول أنه الشتاء السنة دي داخل هادي والجو اللطيف مش شعرين أوي بأزمة بس الحقيقة أنه إحنا بأنه أربع خمس أيام يعني فيه برد واضح سواء بالنهار أو بالليل أعتقد أنه مناسب جدا لكنا في شهر يناير ولكنا في شهر طوبة كمان ولا فيه تغيرات في الأرصاد بشكل عام هي ما أحدثت البرودة الواضحة الأيام دي وهي أيضا ما قاتت بأمطار الأمس هو بالفعل إحنا بدأنا نشعر بالنخصات قيم درجات الحرارة ونشوف فرص الأمطار في المحافظات المختلفة وده طبيعي شهر يناير تحديدا أنه نشوف الحالة الجوية التي فيها أمطار أو انخصات قيم درجات الحرارة لأنه نعتبر زروة فصل الشتاء ودائما فصل الشتاء بيكون معروف بانخصات قيم درجات الحرارة وده طبعا وثقا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية كنا نوهنا انخصات قيم درجات الحرارة هيبقى محسوس خلال الأيام الماضية واللي متوقع كمان خلال الأيام الماضية الأمطار اللي موجودة بشكل متفرق أمس على المناطق الساحلية أو القاهرة الكبرى متوقع اليوم طبعا استمرار تأثر البلاد بالمنخفض الجوي المثبت طبعا في سقوط الأمطار منخفض جوي في طبقات الجو العليا بيعمل على وجود الصحب المنخفضة والمتوسطة بتحيب جزء من أشاعة الشمس على مدار اليوم فاتعد على انخصات قيم درجات الحرارة وطبعا يكون معاها فرص للأمطار كمان الكتل الهوائية معظمها قادم من جنوب أوروبا فالهواء نفسه قادم من مناطق منخفضة في قيم درجات حرارتها فعشان كده حصل انخصات قيم درجات الحرارة أجواء شكوية مائلة للبرودة فترة النهار في بعض محافظات شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال السعيد دافية بشكل كبير في المناطق الجنوبية لو جنوب السعيد وجنوب سيناء فترات النهار نأكد على فترات الليل لأنها هيكون فيه مزيد من الإحساس بالبرودة أجواء شديدة البرودة في معظم محافظات الجمهورية خاصة كمان المدن الجديدة الأماكن المفتوحة صفصا لحد الثقية على المزروعات الموجودة في وسط سيناء أو محافظة الوادي الجديد نتيجة انخفاض قيم درجات الحرارة لأقل من 5 درجات نشاط نرياح في معظم محافظات الجمهورية متوقع اليوم كان موجود معنا كمان أمس وجود نشاط نرياح يزود أحتاسنا أكتر بالأحتاس من انخفاض قيم درجات الحرارة يخلينا حس بقيم درجات حرارة أقل لو أنا متوقع عظم على القاهرة الكبرى 19 درجة مقوية أنا أحسها لو تكون 17 أو 16 درجة مقوية بسبب نشاط نرياح اللي هيكون موجود معنا اليوم بالإضافة طبعا فرص الأمطار ويمكن احنا أصدرنا تحديث بشأن فرص الأمطار اليوم أمطار متوسطة على أغلب المحافظات الساحلية المطلة على البحر المتوسط وشمال الوكه البحري تمتد خفيفة لجنوب الوكه البحري القاهرة الكبرى مدن القناة بعض الأماكن من خليف السويس بعض الأماكن من سيناء يبقى الأمطار المؤثرة أكتر بتكون على المحافظات الساحلية المطلة على البحر المتوسط ومتوقع على مدار هذا الإجواء كله إن شاء الله الأجواء الشتوية من السياس مزيد من الانخفاض في قيم درجات الحرارة يوم الـ 2 والـ 3 والـ 4 عظمة على القاهرة الكبرى هتكون 16 درجة مقوية فترة النهار فترات الليل ما بين 9 و 10 درجة مقوية استمرار نشاط رياح اللي هي خلينا نحس بقيم درجات حرارة أقل وطبعاً فرص الأمطار هتزيد على المناطق الساحلية بتبقى تعمق المنطفة الجاوي خلال منتصف الإجواء إن شاء الله هتزيد على الأماكن الساحلية وهتتقدم كمان أيضاً للمحافظات الداخلية بشكل أكبر من اليوم فمهم جداً المتابعة اليومية للنشارات الجوية لأن على مدار هذا الإزباع كله في استمرارية للأجواء الشتوية والأمطار في محافظات شمال البلاد في نشاط رياحي خلينا نحس بالبرودة وهيؤدي للترعب حركة ملاحة بحرية على البحر المتوسط فلازم نتابع نشارات الجوية بصورة يومية مهم الملابس الشتوية الثقيلة على مدار اليوم وخاصة فترات الليل المتأخر فترات الصدح الباكر المحافظات الساحلية لأن تستمرارية للسقوط الأمطار على مدار الإزباع كله وكميات الأمطار هتختلط من يوم للتاني أسماء سقوط الأمطار لازم الفيادة بهدوء تام ونبتعد عن أعملات الإنارات شاكل كهرباء الواحل الأعلانات المعدنية والمبانية المتهلكة وإن شاء الله السلامة للجميع دايماً في أي حالة جوية جهد مشكور لكم دكتورة منار شكراً جزيلاً لحضرتك ولكل فريق الحقيقة للمركز الإعلامي وكذلك هيئة الأرصاد الجوية بشكل عام على هذه الإفادة وهذه المعلومات المهمة القيمة وبنأكد مرة تانية على أن حضرتكم في هيئة الأرصاد الجوية أنتم المصدر الوحيد والموثوق والأساسي للتعرف على حالة التقص هنا في النصر بعيداً عن أي مواقع أخرى أو أي تطبيقات أخرى بنشكر حضرتك شكراً جزيلاً دكتورة منار غياني معضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية أكد لوتشا روسي رئيس الاتحاد الدولي للرماية أن حجم المنشآت الرياضية والبنية التحتية الرياضية التي تحققت في الأولى الأخيرة في مصر كانت وراء إسناد تنظيم بطولة كأس العالم للرماية القاهرة 2024 بالمدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة بتضم البطولة منافسات مسدس بندقية بندقية خرطوش وبتستمر حتى الأول من فبراير المقبل على ميادين الرماية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة زملنا عبد الحميد صقر تابع افتتاح البطولة وأجرى الحوار التالي مع اللواء حازم حسني رئيس الاتحادين المصري والإفريقي وعضو الاتحاد الدولي للرماية نتابع أعزائي مشاهدي قناة النيل الأخبار أهلا بكم في هذا اللقاء الخاص حول افتتاح كأس العالم للرماية هنا من داخل مدينة العلعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية جرأ افتتاح هذه البطولة الكبيرة نتعرف على كوليس تلك البطولة وهذا التنظيم الكبير معكم سيدة الواء حازم حسني رئيس الاتحادين المصري والإفريقي وعضو الاتحاد الدولي للرماية أهلا بسياتك فاندم ومنها نسياتك على هذا الاتحاد الكبير وهذه الفرق أكثر من 66 فرقة مشاركة نتحدث حول كوليس هذه التنظيم نحن النهاردة لو بمصر تصديف عدد 66 دولة هنقول أن الاصطدافة دي أو هم بيجوا في مصر لأنهم شافوا في البطولات الماضية حسن استقبال وحسن الصدافة وحسن القمع والأقفر من ذلك الميدين التي تعتبر الأحسن والأكبر على مستوى العالم الموضوع ده مؤثر جدا في رئيس الاتحاد الدولي ومؤثر جدا في الرماية الموجودين نقول أنه النهاردة حصل تكريم من لجبلة اللاعبين في الاتحاد الدولي والأول مرة تكرم ويتم التكريم في مصر نقول حاجة تانية أنه الحضور الكبير اليوم في حفل الافتتاح بينم أنه فيه دعم كبير من الوزارات الكثيرة والتي تقوم دعمنا مثل وزارة الدفاع ووزارة الداخلية وزارة الشباب والرياضة المنظومة اللي حصلت أو اللي كانت متواجدة النهاردة نقدر نقول أن هي ساعدت على إظهار الدولة المصرية في أبها صور لأنه وجود دولة أمام دول العالم منظومة أمام دول العالم اتحاد أمام دول العالم بيقول أنه دولة في دولة في مؤسسات في دعم كبير من الدولة المصرية ده النهاردة الرسالة اللي وصلت لدول العالم وعلى رأسهم رئيس الاتحاد الدولي ميسر ريشان روسي رئيس الاتحاد الدولي أكد يمكن في حديث خاص لقناة النيل الأخبار أن مصر دامتالك إمكانات كبيرة جدا نحب نتعرف علي هذه الإمكانات اللي أكد عليها في حوار وفي اجتماع حدك اليوم قبل المستح هذه البطولة وقال طبعا أن مصر ده الإمكانات كبيرة جدا لأنه هو شاف بنفسه أكثر من بطولة من نظمة في مصر الإمكانيات ده هي سواء عدد ميادين اللي هتعتبر الأكبر على مستوى العالم أو القوة البشرية القادرة على الاستضافة والتنظيم أي دولة على مستوى العالم لما يكون فيه صفر أو بطولة في أي دولة في العالم ما فيش دولة تقدر تستطيع تنظيم هذه المنظومة أو عمل هذه المنظومة بالطريقة اللي بتخدمها الدولة المصرية يمكن في بعض المطارات في الدولة الأوروبية لا نجد أحد أن يستقبلهم إلا خارج المطار إحنا باستقبل اللاعب أو اللاعب أو الإداري من داخل صارة المطار حتى يصل إلى مكان إقامته ده بيدي ميزة لنا أنه الدولة تعمل بنظام سابت ومتقدم يميز الدولة المصرية عن الدولة الأخرى هو ده الأثر في رئيس الدولة وفي الرمان ماذا عن انطباع اللاعبين والفرق المشاركة 66 دولة حول العالم فيما يدين رماية على أحد سطرز كما سمعنا ورأينا من قبل ولكن الانطباع الخاص بهم خلال مؤابلة حددك معهم وطبعا الانطباع الخاص بهم هو الانبهار الكبير لأنه جميع البطولات اللي بشاركوا فيها على مستوى العالم ما شافوش ما يدين بهذه الحداثة والكبر والتنظيم وبالتالي ده بيعملهم نوع من الانبهار وبيبقى عندهم شغف أنهم يشاركوا في البطولات المتنظف في مصر مرات ومرات كثيرة فيه خبر أخير نختم به حوارنا مع حضرتك دولة الإمارات الشقيقة كان فيه لقاء خاص مع حضرتك وقالت أنها فيه إقامة بطولة الأول مرة هتقام على أرض مصر فيه الرماية للدول هم هل يكلم ده مزبوط طبعا احنا فعلا أنا كان فيه اجتماع مع المسؤولين في دولة الإمارات عن هذه البطولة وكان فيه اتفاق أن احنا مصر تنظم هذه البطولة يمكن منذوب دولة الإمارات وصل إلى مصر وشاف التنظيم وحنبدأ إن شاء الله في الإجراءات نحن نصديف إن شاء الله بطولة عالم مؤهلة لباريس عشرين أربعة وعشرين لأصحاب الهما في مصر إن شاء الله سادة اللواء حازم حسن الرئيس للتحادات المصرية والإفريقي وعضل التحدي الدولي الرماية أشكرك ومزيد من التوفيق ومزيد من نجاح أنا متشكلك جدا ربنا وفق مصر بإذن الله شكرا جدا شكرا لزميلنا عبد الحميد سقر على هذه إطاطية وبنتمنى بالتأكيد الفوز لمصر في تنظيم هذا الحدث الرياضي الهام وبالتأكيد مصر تستحق أن يكون فيها هذا الحدث خاصة وإن المدينة الأولم هي في العاصمة الإدارية الجديدة صرح رياضي مهم والحقيقة على مستوى عالي جدا من التقنية وعلى مستوى عالي جدا من التجهيز بنروح لخبر آخر من قرية سنجق بمركز أبشوي بمحافظة الفيوم انطلقت أعمال مبادرة إزرع هي كمان واحدة من المبادرات المهمة لدعم صغار المزارعين أخيرا وإذا كان آخر خبر معنا النهاردة في جولتنا الصباحية لكن مستمرين مع حضراتكم النهاردة في تقديم فقرات هذا الصباح بصحبة زميلتي ألاء حامد ومجدة القاضي لكن فاصل قصير ومن بعد وحتستقبلكم زملتي شروة حمدي في موجز لأهم وآخر الأنباء ترجمة نانسي قنقر